الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموراه السلام عليكم إن شاء الله في هذه الحلقة البسيطة والتوفيهية سوف نرى كيف يمكنك أن تجعل أي شخص يستخدم جهازك يصاب بالإزعاج والجنون بحيث كل ما قام بتشغيل الجهاز سوف يتم تسجيل الخروج تلقائيا لن يستطيع تشغيل الحاسوب إذن كل ما علينا فعله للبدء في هذه العملية هو الذهاب إلى قائمة إبداء ثم إلى All Programs نغطي البروغرام ثم نفتح ملف Startup نقف عليه ثم نضغط على زر الفأر الأيمن ثم نختار Open بعد ذلك نأتي إلى هنا نضغط على زر الفأر الأيمن ثم نختار New أو Novo إذن لا يعطيني خيار إنشاء الشورتكارت داخل البرنامج أو داخل ملف أقوم بإنشاء خارجا نضغط على زر الفأر الأيمن ثم نختار New أو Novo ثم نختار Shortcut أو بالفرنسية سوف تجد راكورسي بعد ذلك سوف أفتح معنا هذه المافذة نكتب c colon slash windows slash system32 slash log off dot exe كما تشاهد معي هذا السطر أكتب كما هو ثم نضغط على Next أو Swive نترك الاسم كما هو Log off ثم نضغط على Finish إذن بعد ذلك أنا سوف أسحبها إلى هذا الملف هنا ملف Startup أضغط على Continue تمت إضافة الملف إلى ملف برامج بدء التشغيل الآن عندما سوف نقوم بإعادة تشغيل الجهاز سوف يتم إدفاءه أو الخروج مباشرة تسجيل الخروج مباشرة إذن لحل هذا المشكل أو للتراجع عن هذه الخطوة يجب أن تكون إما سريع جدا يعني بمجرد بدء التشغيل الحاسوب يجب أن تذهب إلى هذا الملف وتقوم بإزالتها إذن نضغط عليه ونوصله أولا إلى سطح المكتب حتى تسهل عليك هذه العملية كما تشاهد معي هو هنا الآن فقط قم بدهار إليه ثم قم بإزالته لكن إن لم تكن لديك هذه الصرعة فيمكنك إزالته بالدهار إلى الوضع الآمن في طبيعة الحال دهار إلى الوضع الآمن يكون بإعادة تشغيل الجهاز ثم الضغط على الزر F8 وسوف يتم الإقلاع إلى الوضع الآمن من هناك قم بدهار إلى نفس هذا الملف Startup وقم بإزالة البرنامج الذي قمنا بإنشائه إذن سوف أعيد أنا لتشغيل الجهاز الآن لنرى بأنه بالفعل يتم تسجيل الخروج كلما تم تشغيل الحاسوب الآن كما تشاهد معي قمت بإطفاء الجهاز الآن أو إعادة تشغيله يبدأ الآن في الدخول إلى الويندوز من جديد كما تشاهد معي إذن تم تسجيل الدخول لاحق تم إطفاءه مباشرة Logo تم الخروج مباشرة بعد الدخول إلى الجهاز تم تسجيل الخروج وعيد الدخول مرة أخرى كما تشاهد معي ومرة أخرى تم تسجيل الخروج الآن لإزالتها يجب عليك أن تقوم بإعادة تشغيل الجهاز تضغط هنا بطبيعة الحال ثم تضغط على Restart أو غضي ماغي ثم تذهب إلى Safe Mode أو الوضع آمن كما قلت بمجرد إطفاء الجهاز ابدأ في الضغط على الزر F8 من لوحة المفاتيح إلى أن تدخل إلى الويندوز ثم اذهب إلى نفس الملف Startup الذي ذهبنا إليه وقوم بإزالة ذلك الملف الذي قمنا بإنشائه أيضا أصحاب الويندوز 8.1 قد شرحت كيف يمكن الدخول إلى الوضع الآمن أو إلى Safe Mode في إحدى الحلقات سوف أضع لك رابط تلك الحلقة إن كنت تستخدم الويندوز 8.1 بهذه الخدعة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه أتمنى أن تكون قد استفدت منها لا تجرب الخدعة على جهاز أي شخص آخر فقط جربها على جهازك وأنا بريء بطبيعة الحال من كل شخص يقوم باستخدام هذا الشرح في إداء الآخرين وعلى أمل اللقائبك إن شاء الله في الحرقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله